بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن منتج فريد من نوعه ذو قدرات وقائية وشفائية ذاتية عالية الفعالية وهذا ما عودتنا عليه شركة DXN العالمية خلال ثلاثة عقود من الإنجازات في مجال الصحة الوقائية واليوم سنتحدث عن منتج والحديث عنه لا ينتهي إنه مكمل غذائي يدعى الميكوفيتا سنتحدث عن أهم فوائده الوقائية والشفائية وكما عودناكم سنجيب على أي سؤال حول هذا المنتج وغيره من خلال التعليقات في البداية ننوه إلى أن مكملات شركة DXN ومنتجاتها بمختلف أنواعها ليست أدوية أو علاجات لمرض معين وإنما هي أغذية طبيعية عضوية تمتاز بخلوها من المركبات والمواد المصنعة والتي تعمل على دعم جميع أعضاء جسم بكافة احتياجاته من المعادن وفيتامينات إضافة لطرد الأكسد والسموم المتراكمة منه إضافة لإعادة تنظيم عمل خلاياه بالشكل الصحيح والمتزن وبالتالي هنا يحصل التشاف الذاتي من جميع المشاكل والأمراض التي يعانيها الجسم بإذن الله وتعتمد الميكوفيتا على الفطر الريشي لكن ما هو الفرق بين مسحوق الفطر الريشي والميكوفيتا؟ إن الفرق بين الفطر الريشي والميكوفيتا يكمن في أن حبيبات الميكوفيتا تكون أصغر مما هي في الفطر الريشي مما يعطيها الأفضلية في سرعة الذوبان والامتصاص بالنسبة للخلايا حيث تحتوي ميكوفيتا على عنصر الماسيسيليوم بنسبة أعلى بكثير من الفطر الريشي والذي شرحنا فوائده العديدة في فيديوهات سابقة عن الفطر الريشي ولقد حرص الدكتور ليم سيوجون على الاعتناء بشكل كبير على الفطر الرضيع أي الفطر الحديث الولادة لما يملكه من فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى ومنها كثرة احتوائه خيوط الماسيسيليوم السريعة الامتصاص والتي لديها الفعالية الأكبر في تعزيز المناعة والأسرع في تخليص الجسم من الأكسدة والسموم المتراكمة فيه والآن نأتي إلى أهم الفوائد لميكوفيتا دي إكس إن وهي أولا يعزز ميكوفيتا دي إكس إن الجسم بكم كبير من الفيتامينات والمعادن التي تضمن استقرار وظائفه الحيوية وانتظام عمله على أكمل وجه فهو فعال جدا في حالات فقر الدم أيضا ثانيا تعمل ميكوفيتا دي إكس إن على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز مناعة الجسم وقدرته على التصدي لمعظم الأمراض وذلك لقدرته الوقائية الفريدة من نوعها والفعالة ثلاثة يساعد ميكوفيتا دي إكس إن على إذابة الأورام الحميدة إضافة لكبح الأورام الخبيثة والحد من انتشارها لدرجة أنه يساعد بشكل كبير التشافي منها وهذا ما شاهدناه عند كثير من الإخوة والأخوات الذين قد استخدموا ميكوفيتا أربعة يعزز ميكوفيتا دي إكس إن قدرة قريات الدم الحمراء على حمل الأكسجين لذا هو فعال جدا لمن يعانون من حالات الربو القصبي المزمن ومضاد التهاب فعال وخصوصا في حالات التهاب الأمعاء خمسة يساعد ميكوفيتا دي إكس إن على الحد من أعراض نوبات الصرع والاختلاجات ستة يساعد ميكوفيتا على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم إضافة لدعم أنسجة البشرة وزيادة نظارتها وحيويتها ويساعد على تأخر التجاعيد والشيخوخة سبعة يساعد ميكوفيتا دي إكس إن الكبد على التخلص من السموم المتراكمة بشكل شديد الفعالية وخصوصا لمن يتعاطون الكحول 8 يساعد ميكوفيتا حالات دوال الحبل المنوي والساقين والحالات التي تتمثل في الجهاز الهضمي والذي يعمل كمطهر معوي ومساعد لتخفيف أعراض البواسير والتسمم الغذائي إلى آخره 9 يساعد ميكوفيتا دي إكس إن على إعادة الجسم لاتزانه وبذلك التخلص من حالات الأرق كعدم القدرة على النوم والتخلص من الصداع وغيرها 10 يساعد ميكوفيتا على إذابة الحصيات الكلوية 11 يساعد ميكوفيتا على التخلص من أعراض الصدفية 12 تدعم ميكوفيتا أنسجة العضلات وتدعم أيضا العظام والمفاصل فهو جيد لمن يعانون من حالات الروماتيزم 13 يساعد ميكوفيتا على إدرار البول وبذلك هو مفيد جدا لمن يعانون من الاستسقاء أو تراكم السوائل في الجسم بشكل عام وبالتالي أيضا هو نافع لمن يعانون من ارتفاع في ضغط الدم 14 تساعد ميكوفيتا في تنظيم سكر الدم فهو مفيد جدا لمن يعانون من مشاكل انخفاض أو ارتفاع سكر الدم طبعا الفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى ولكن هذه أهمها وتكمن أهمية الميكوفيتا ميكوفيتا بأنها صديقة الخلايا وتحافظ على قلوية الدم وتخلصه من الحمضية للأكسدة والسموم المتراكمة فيه فهي تساهم في ترميم الخلية وتنظيم عملها وتحد من الأورام السرطانية خصوصا بمختلف أشكالها وتحد من انتشارها بمختلف أشكالها الدماغية والصدرية وأورام القولون وإلى آخره إضافة إلى أن الميكوفيتا تساهم في تعزيز قوة الذاكرة والتركيز بكونها تستهدف جميع أعضاء الجسم بشكل واسع الطيف وأيضا تخفف ميكوفيتا التوتر وتعزز المتعة والقدرة للزوجين بشكل عام أما عن استخدام الميكوفيتا فهي تختلف من شخصا إلى آخر وليس المقصود هنا استخدام المقدار أو الكمية كجرعة ولكن المقصود هو أنك ستختار الكمية التي ترغب في استهلاكها حسب رغبتك لأن ميكوفيتا غذاء وليس الدواء ولا يجوز تسميتها بجرعة أو وصفة طبية فهي مكمل غذاء عالي الجودة والفعالية صحيح أن شركة DXN الماليزية قد حددت كمية استخدام ميكوفيتا وغيرها من المنتجات وستجد هذه الكمية المحددة مكتوبة على العلبة نفسها أو بالسؤال عنها ولكنها حددت هذه الكمية بغرض طبيان كم الكمية التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل طبيعي وبشكل يومي ليس إلا وفي حال قد قمت بأخذ كمية أعلى من الكمية المحددة على العلبة فلن تحصل على أي أعراض جانبية لأن من الطبيعي أن الجسم سيأخذ حاجته من الكمية التي تتناولها ويطرح الفائض فباختصار يمكنك اختيار الكمية المناسبة التي تريد استخدامها من ميكوفيتا ومن الأفضل الالتزام بالإرشادات على العلبة لضمان أخذ حاجتك الكافية من المنتج ولتلاف الإسراف أو التبذير وباعتبارها الكمية المدروسة والموضوعة من قبل شركة DXN العالمية بكل دقة واحترافية وفي الغالب سنجد ميكوفيتا على شكل بودرة ويمكن استخدامها من خلال خلطها مع أي نوع من المشروبات الساخنة أو الباردة التي ترغب بها أو خلطها مع أي نوع من الأكلات التي تختارها أيضا وللحصول على الفعالية القصوى من ميكوفيتا DXN وذلك حسب التجارب العامة يمكنك تناولها من خلال خلط ملعقتان صغيرتان من مصحوق ميكوفيتا مع نصف كوب ماء فاتر وشربه على معدة خاوية في الصباح الباكر أي قبل تناول الطعام بساعة تقريبا أما بالنسبة لأضرار ميكوفيتا DXN لم تسجل أي حال الضرر جانبية للميكوفيتا إلا أنه قد تحصل بعض التفاعلات أثناء استخدامها وذلك بحكم آلية عملها والتي تتمحور حول عملها المذكور بطرد الأكسدة والسموم من الجسم فهنا لا ينبغي علينا التخوف من هذه التفاعلات الطبيعية والتي هي نادرة الحصول ومنها الإمساك على سبيل المثال طبعا يختلف سعر الميكوفيتا من بلد إلى آخر طبعا حسب الدولة ويمكن الحصول على الميكوفيتا والمكملات الغذائية الأخرى من مراكز DXN المعتمدة من الشركة أو من الموزعين المباشرين ويمكنك الحصول على منتجات DXN من خلال رقم عضوية عالمي مجاني يمكن الحصول عليه مجانا طبعا سنضع في صندوق الوصف وفي أول تعليق إن شاء الله كيفية الشراء والحصول على رقم العضوية المجاني حبيبنا إذا أعجبكم هذا الفيديو يمكنكم مساعدة القناة في النمو بالضغط على زر الإعجاب اسألني سؤالا وسأكون سعيد جدا بالرد عليك ومن أحب أن لا ينقطع عمله بعد الموت فلينشر العلم شكرا على وقتكم ومتابعتكم ودعمكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته